اشتركوا في القناة 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 فعشان هيك بتروح بتسمعه إذا أنت حابب تسمعه الآن اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان أنا أطلع له طالعه لأنه استخراج الطالع يعني أنا في عندي مهام مش سهل أني أنا أقعد أستخرج الطالع لكل واحد في أشخاص على القناة يعني أعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع أنا عشان أسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف أنا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات إذا أنت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تأخذ لأقرب منزل إلى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر أنت تسمعها وتتأكد إنه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية أول إشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج الأسد طبعا المعروف إنه الشمس كانت موجودة بالسرطان بيت متاعب الأسد فعشان هيك بالفترة الماضية كانت كلها امتحانات كلها فشل كلها تأجيل كلها تعطيل كلها مشاكل لغوطات بتيجي من كل الجهات طبعا بسبب تواجد الشمس أول إشي في السرطان وهي كل سنة بتكون هيك يعني بنفس التوقيت لو رجعت لكل سنة بتلاقي إنه الفترة هاي بتكون صعبة ولكن السنة كانت صعبة كثير بسبب أول إشي إنه الشمس موجودة وعمل زوايا تقابل مع الجدي اللي احنا حكيناها في التوقعات اليومية وبرضو عندك أنت كان عطارد موجود في بيت المتاعب وبرضو بتراجع فأحدثوا مشاكل بشكل كبير على معظم موليد برج الأسد إذا مش كان كل موليد برج الأسد طبعا الشمس رح تنتقل لبرج الأسد يوم الأربعة فعشان هيك بتبلش بطريقة متصاعدة الإيجابية تيجي بصير تغيير إيجابي وجذري لكثير من الأمور عودة عطارد في بيت المتاعب لحركة الأمامية برضو بعطي إيجابية قوية يعني ابتداء من الفترة القادمة في نوع من أنواع التحسن الملحوظ بس نتجاوز اللي هي أول أيام من الأسبوع هذا وخصوصا أنه القمر موجود في منازل رح يكون فيها ببيت المتاعب ولكن بعدها التطورات بتصير واضحة والتحسن بصير أوضح وأحسن أما بالنسبة إلى الزهرة طبعا اللي موجودة في بيتك 11 بتدعمك بشكل قوي على مستوى علاقاتك ومعارفك وأصدقائك وممكن تنشحن بطاقة إيجابية أو تلاقي نوع من أنواع الدعم أو ممكن تطور علاقة من صداقة مع صديق أو زميلة أو إشي زي هيك تطوره لمرتبة المحبة أو العاطفة أو الزواج أو الارتباط وبرضو ممكن تتعرف على بعض الأشخاص اللي يدعموك بقوة أو يساعدوك في بعض المسائل اللي ممكن تكون صعبة أما بالنسبة للمريخ اللي في البيت التاسع فهو اللي بضغط على أمور إلها علاقة بالدراسة برضو بعطيك طاقة وبعطي عصبية في نفس اللحظة ممكن تهتم بدراسة معينة أو بحث عن لغة معينة أو ثقافة معينة ممكن يكون لك بعض النشاطات اللي إلها علاقة بالتنقلات أو اهتمام بمسائل إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو إشي أكاديمي أو تعليمي ولكن بالمقابل بعطيك نوع من أنواع العصبية والتقلب بالمزاج من لحظة لأخرى أما بالنسبة لبيتك السادس وهاي كثير عانوا منها بالفترة الماضي من موليد برج الأسد البيت السادس اللي هو الجدي اللي موجود فيه المشتري وبلوتو زحل وكلهم بتراجعوا فهو ضغط على مسألتين ضغط على أشخاص على مكان العمل أو فشل في بعض المشاريع أو الأعمال وعمل لهم مشاكل في مكان العمل وقسم آخر منهم انضروا صحيا فحدثت عندهم مشاكل صحية وتقلبات صحية أو أمراض وفيه أشخاص دخلوا مستشفيات بسبب هذه الوضعية فعشان هيك التقلبات هاي اللي حدثت إلها علاقة ببرج الجدي أما بالنسبة لنبتون طبعا نبتون في البيت الثامن فهو اللي بيخلي نوع من أنواع التركيز أو الانتباه لمواضيع إلها علاقة بالأموال المشتركة أمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو المسائل البنكية أو أموال ما بتعود لك أو أشياء إلها علاقة بميراث مثلا الغيبيات الاهتمام بهاي المسائل بيصير بشكل كبير أما بالنسبة لأورانوس البيت العاشر فهو أحدث بعض الفروقات عند بعض الأشخاص يعني قسم برج الأسد من النص فنصف موليد برج الأسد يعني حدثت لهم بعض المشاكل على مستوى العمل وعلاقاتهم أو مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل وصار خلافات كبيرة ومنهم تركوا هاي الأمور وفي ناس تعززت علاقاتهم بشكل أكبر وتعززت ثقتهم بنفسهم وقدروا يدافعوا عن سمعتهم بالفترة الماضية وبرضو لقوا الدعم المناسب والقوي من زملائهم أو رؤسائهم بالعمل وصلنا للتوقعات الأسبوعية خلينا نشوف إيش أهم الأمور اللي ممكن تدعمك بالفترة هاي من حركة القمر ولكن هي من بدايتها شوي بيكون فيها نوع من أنواع صعوبة ولكن نهاية الأسبوع الأجواء بيصير إيجابية ودعمة لإلك بشكل قوي أول شي من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر بيكون موجود في الجوزاء فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهميش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة أما من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين يعني هذول اليومين بدك تكون حذر فيهم لأنه أول شي بده يسيطر التعب عليكم القمر بيكون موجود بالسرطان ببيت متاعبكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف يعني مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة بتفشل أعمالك في حصد النجاح وبيخيب أملك لتأجيل أو لإلغاء في مسألة معينة في اللحظات الأخيرة من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء على الخميس القمر بيصير موجود عندك في الأسد فعشان بتبدأوا من الفترة هاي فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي وبتتوضح وجهة نظركم أو بتوضح وجهة نظرك خلال فترة هاي وممكن يكون عندك الاهتمام بمظهرك واضح تماما بتشعر بالحماسة الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع أو لفكرة جديدة بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة وبتبدأ فترة أو صفحة جديدة في حياتك من ليل يوم الأربعاء وعلى الخميس حتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود في العذراء فعشان هيك بتخففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي أهمش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على عقد وحدد أهدافك طبعا هاي نوع من السلبية والتحذيرات ولكن الإيجابية أنها بتفتح لك فرص جيدة على المستوى المالي ومكاسب مالية أو استردادات مالية بالفترة هاي ولكن بدك تنتبه من التحذيرات اللي إحنا حكيناها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء